لوالدي رحمهم الله جميعا الوالدة توفيت قبل 12 عام تقريبا والوالد توفي قبل خمسة أشهر لكن ارتباطي بهم قوي جدا لأن الولد الذكر بعد خمس من البنات ففرحوا به لأنه كون يأتي ولد بعد خمس من البنات يعتبر له مكانة كبيرة عند الوالدين لكن والدتي تعبت يومين فقط فأتذكر ذاك اليوم كان رأسها على فخذي وكانت في آخر لحظات من حياتها وأتذكر والله كنت لقنها الشهادتين كما يلقن المدرس الطالب في صف أول ابتدائي أليف با تاثا وكانت تردد بعد الشهادتين كلمة كلمة وأتذكر أنها قالت في آخر لحظة قالت أسأل الله يا ابني أن يجعل جاهك تجاهك وهذه دعوة سائدة عندنا في اليمن يعني معناها بالمعنى التفصيلي حيثما ذهبت يجعل الله لك جاه أمامك وربما أن هذه الدعوة قد أدركتني كثيرا وأراها أمام عيني في كل مكان الوالدة كان إذا تأخرت في العمل في المساء لا تنام حتى ولو لم آتي إلا قرب الفجر تبقى صاحية حتى أدق الباب وأتذكر أنني عندما آتي إليها تسألني مع أنها لا تقرأ ولا تكتب هي عامية رحمها الله لكن تسألني منذ أن أخرج الصباح إلى أن أأتي في المساء ماذا فعلت اليوم كم حكمت بين الناس في قضايا ماذا فصلت من النزاعات من هم الذين أتشاجروا عندك هل تعرضت لإطلاق نار هل تعرضت المشكلة هل تعرضت وكان هذا برنامج سيستم نظام متبع يوميا من الفجر إلى المساء وأنا أجيب لها القصة كاملة هذا الارتباط الروحي الذي كان بيني وبين الوالدة حقيقة أجد آثارة في حياتي إلى هذه اللحظة وهذا ما أتمنى من الجميع بأن يكون هناك ارتباط روحي بين الوالد والوالدة لأن العلاقة ليست علاقة مادية أنني أبر فيها آتي لها بالذهب والأموال وأسكنها في أفضل البيوت لكن الجانب العاطفي والحنان والمودة هو أكبر عامل يربط بين الوالد والولد شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة